السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا في الواحدة الاولى يونت 1 وينت 2 النهاردة معادنا مع يونت 3 بنوان دايمينشن وطبعا زي ما تعودتم معايا اللي احنا ناخد الواحدة كلها بكل جوانبها من نيو فوكابلاري وستراكتشر ولانجوج نوت وكل تفاصيل صغيرة وكبيرة في الواحدة تعالوا تفضلوا بقى معايا عشان نشوف معنا ايه النهاردة وان شاء الله تبقى وافية وكافية لي كل انتم تذكروها وتتقنوها ان شاء الله احنا زي ما قلنا كده زي ما شايفين على شاشة بانوان ايه بقى ايوة خلي بايكم الكلمة دي بانوان دايمينشنز دايمينشنز معناها الابعد دايمينشنز معناها الابعد طبعا هنهتم هنتكلم من عنوان الواحدة كده وما تخمنه من الانوان هنتكلم عن ازاي نقيس الاشياء وحدة القياس الطول والوزن وخلافه وكذلك وحدة القياس من الكلمة كاملة وهناخد اختصاراتها طبعا النهارده الابجيكتبز الاهداف بتاعت الواحدة بتاعتنا اللي احنا قبل نهاية الدرس دا ان شاء الله بازن الله اوعيكو اللي احنا هتعرفه ازاي بس معنا كده ادواتنا ونكتب الحاجات المهمة اللي هقولكو على حبيبي دايمينشنز من الويت ويت يعني الوزن خليباكم الكلمات دي طبعا هتلازم نطول الوحدة والحلقة النهارده عن شيب شيب يعني الشكل يعني هنتكلم على عفوا الوزن واشكال object الاشياء using appropriate language forms باستخدام لغة مناسبة او اللغة بتاعت الاشياء دي طبعا verb with هنتناول مع بعض verb to be with phrases of measurement verb to be طبعا هو am و is و are بس هنتستخدمه النهارده مع الميجرمنت time والheight والtemperature والweight والlength وهنشوف ان شاء الله بالتفصيل هنتعلم ازاي how to ask questions ازاي نسأل اسئلة و make sentence and take part in dialogues و ازاي نكون جمل طبعا ده كل ده في اطار dialogues يعني المحادثات و طبعا ask for help طبعا دي language function وظيف لغوية ازاي نطلب المساعدة asking for the meaning و spelling و ازاي نسأل حد عن معنى شيء و ازاي نسأله عن spelling بتاع شيء بتاع كلمة و كمان هنهتم بال pronunciation of a word pronunciation طبعا معناها نط الكلمات scan simple passage معنا كمان النهارده قطع طبعا عشان نتضرب على القطع طبعا دي اي تي مهمة جدا في التست في الامتحان ازاي نحن نسكن يعني نقرأ القطع كده ونطلع منها الافكار ونتعامل ازاي مع القطع ودي ده simple passage carefully to complete a diagram with dimensions ونقرأ القطع عشان كمان نكمل diagram يعني شكل فيه ابعاد هنكلم على تكوين WH questions اللي هو اداة الاستفهام الWH question هي what to where وخلافه يعني طبعا ده كل ده طبعا مرتبط بال dimensions الابعاد والويت والشيب والشكل والوزن اللي هو الانوان والطبك الرئيسي بتاع الوحدة بتاعتنا النهاردة وremember and use noun adjectives cognate ازاي نعرف ازاي نكون النoun والأدجكتف من اصلها الواحد لان فيه كل ما بتبقى بتزوء اصل واحد ونطلع منها مثلا النoun الاسم والأدجكتف والصفة والأدفرب الظرفة او الحال منها طبعا زي ما قلنا برضو هنستخدم وحدات القياس واختصاراتها زي بمثال مثلا يعني كلمة ميتر اخسرها ام مثلا وخلافه وكيلوميتر وكيلو جرام الوقت كل ده هناخد الاختصارات بتاعته عشان هتقبلنا طبعا في الوحدة وكمان مش هانسى علشان يبقى كده وحدة متكملة reading و speaking و listening كمان لكم to a short description and complete a diagram with dimension هنستمع ل short description وصف كده عشان نكمل diagram شكل و complete a written passage describing shapes and dimension وكمان هنكمل written passage قطع مكتوبة برضو متعلقة بالdimension طيب نيجي بقى حبيبي لل new vocabulary ازا ما تعودتم معايا بنستخدم او بنتناول الكلمات الجديدة بتاعت القطع معايا بقى نكتب كل كلمة مهمة جدا او تاخد shot كده لكل كلمة وتعرفها اوكي the first one طبعا هي كلمة الاساسية بتاعت dimensions و dimensions زي ما انا اا اا اكلمنا معناها ايبقى الناس اللي فكر ايوه احب لنا اقول اول حاجة في اول حلقة انتو تبقوا متابعين معايا براو معناها ابعد dimension is measurement such as length width or height يعني هي بقى وحدة قياس زي ايبقى حبيبي زي length وحدة الطول وحدة قياس الطول width يعني العرض height يعني الارتفاع احفظوا كلمة دي for example على سبيل المثال اما نقول an engineer is taking the dimensions of the room an engineer an engineer اللي هو المهندس is taking the dimension وياخد قياسات ياخد ابعاد ياخد القياس بتاع او المأسات زي ما اقول كده بياخد المأسات take measurements خليبا لكم الكلمة دي take the measurements take the dimensions برضو بتسو take the measurements of the room بياخد القياسات او ابعاد الحجرة تاني الكلمة wide 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 جنبها adjective يعني دي صفة wide صفة معناها اي بقى برافو عليك معناها واسع او عريض اوكي النون منها اللي جنبها دي اسمها width مش ماء خلب لكم عشان فيه common mistake اللي فيه طلبة بيقول لك white لا النقطة صحلة width width اللي هو العرض اوكي خليبا لكم كلمة دي something that is wide measures a large distance from one side or edge to the other something الشي اللي بنكلم عليه او بنصوفه اللي هو واسع عريض يعني العرض بناخد قياساته from one side من جانب edge من حف الجانب لحفة الجانب الاخر يعني بناخد العرض بتاعه wide اللي هو width اللي هو العرض اوكي يبقى عريض او واسع زي ما قلنا يبقى دي white حبايب زي ما قلنا for example they're making the street wider they're making اللي هي زي ما قلنا كده they're making the street wider يعني هم بيعرضوا الشرع بيخلوا الشرع بيزبطوا كده زي ما قلنا بيصلحو وthey are making the street wider بيخلوا الشرع اعرض كلمة wide طيب كلمة تانية high high طبعا هي صفة كلمة high دي النون منها height height يعني بها height طبعا زي ما قلنا عارفين كده من شكلها كده high ونس كده عارفها معناها عالي high اوكي زي ما قلنا زي ما قلنا زي ما قلنا من بيز تطب يعني قياس من بيز بيز يعني من قاعدة تطب لقمة ده طبعا بنئيس الارتفاع or of a standing person from head to foot او بنئيس مثلا طول شخص من الhead من الرأس to foot للقدم ده بنئيس طبعا طوله طبعا لو هو مبنى او بورج بنقول high او بناخد height بتاعه يعني ارتفاع for example i am afraid of heights مثال ده i am afraid of heights i am afraid طبعا انت عارفينها معناها انا خائف of heights heights يعني ايوة وانها الوقت يعني من high يعني الارتفاعات انا اخشى الارتفاعات very good طبعا deep يعني با ديب حبيبي ايوة ده الصفة انهم منها depth depth deep معناها عميقة شيء عميق زي ملا extended far down from the top or surface يعني شيء extended يعني نازل كده من top من القمة to the surface لحد قاع نزولا يعني من القمة الى القاع طبعا اللي هو deep اللي هو عميق وdeep معناها deep عميق وdeep اللي هو العمق يعني نون منها اوكي طب ناخد example كده it's dangerous to swim in deep water it's dangerous to sleep it's dangerous to swim in deep water يعني من الخطر انت تسويم يعني تعوم in deep water يعني في مياه عميقة تمام يبقى deep معناها عميقة heavy الحد الوقت مستمرين اخدنا الطول اهو اخدنا high واخدنا deep خلي بقى long هناخد long الوقت ماشي ده بيكون ده ده في القياسات في dimension متعلق بالدرس بتاعنا heavy 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 معناها ثقيل الصفة منها طب الوزن الصقل بقى الصقل او الوزن white النوم منها white اوكي heavy means great in amount degree or intensity heavy means يعني heavy diet means تعني great in amount يعني عظيم في amount كبير يعني great ثمانة كبير في amount الكمية degree الدرجة بتاعته intensity يعني الكثافة تمام يبقى ده ثقيل heavy يعني ثقيل النوم منها wait for example the bag is too heavy for me to lift the bag is too heavy for me to lift the bag is too heavy for me يعني تقيل علي لدرجة اللي أنا مش قادر اللي أنا أعرفها two two دي two two double two معناها جدا لدرجة قال لها بتدي معنا نفي حتى لو جميع نفاش نفي يبقى is too heavy for me to lift يعني الشنطة ثقيلة علي لدرجة اللي أنا مش قادر أرفع يبقى دي كلمة heavy يا شباب طيب نيجي dip stick dip stick زي ما تشايفين في الصورة كده حبيبي dip stick اللي هي مقياس عندنا كلنا اللي عنده طبعا سيارات بقول لك أنا عايز إيس الزيت مثلا في العربية ففي مقياس الزيت اللي هو طبعا اسمه dip stick اللي هو عصى مقياس العمق بتاع الزيت أو مقياس أي شي عصى المقياس بس المشور عندنا اللي هو مقياس الزيت يعني عصى يعني عصى قده معناها مدرجة عليها قياسات ودرجات بتستخدم في قياس عمق أو أي كونتينر وعاء في لكويد عشان نعرف هو في أداء من السائل خاصة اللي هو الأويل لما نسبيه الأويل يعني الزيت في محرك أي مركبة أوكي مثال يعني نستخدم عصى القياس ههو عشان نعيز من قياس الزيت يعني في السيارة يباد ديبستيك أوكي رانش خلبي أكده عشان من المانوال المهمة جدا والمشهورة زي زي هامر الشاكوش وسكرو درايفر ده بقى رانش رانش اللي بتسويها سبانر رانش أو سبانر معناه بقى ده معناه مفتاح الربط زي من شايفين كده في الصورة مفتاح الربط بنوره بزي المفتاح الإنجليزي كده يعني زي المفتاح الإنجليزي زي من نقول الناس اللي هو هات المفتاح الإنجليزي وبيستخدموه ده مهم جدا لأدوات المانوال المهمة للتكنيشن الفنيين أو الواركرز لو ما الفنيين بيستخدموا رانش طبعا الو سايلانت أي دابل في الإنجليز بعدها ر على طول بتبقى سايلانت ما بتتنطاش بحاجة شواله رانش زي رايت مثلا كي فهي رانش رانش بتسويه سبانر عشان سبانر بتيكتير برضو رانش بتسويه سبانر مفتاح الربط a hand tool that is used to hold or twist a nut bolt a hand tool يعني طبعا طول هنا معناها عدة أو أداة أداة أدوية عدة أدوية that hand بتسويه manual يعني that is used to hold بيستخدم عشان تربط أو تتني أو تفك a nut bolt اللي هو الصمول طيب for example this bolt needs a wrench to be tightened this bolt يعني الصمولة ديت عايزة لها أو مصمر ده عايز a wrench wrench يعني مفتاح ربط أو مفتاح انجليزي to be tightened طيب إنها معناها عشان تتربط أوكي تتربط إنها بعد زي ما اتفاتت مع حضرك كل نحن هناخد دي structure ال wh questions يعني الأسئلة اللي بدأ بwh اللي هي question word طبعا متعلقة ب إحنا طبعا أخذنا منها الحلقة اللي فاتت بس كان مع dialogue إحنا ناخدها الحلقة دي بس المتعلقة مع dimensions يعني الأبعاد يعني ممكن نقول ما طول ما وزن ما ارتفاع ما عمق كده يعني فطبعا زي ما احنا عارفين ال wh questions اللي أي سؤال بدأ بwh يعني زي what where when حتى how many how much بhow بيعتبر بال wh question طبعا نشوف كده ويعايزكم تحفظوهم صم يعني النهارده وتكتبوهم وترجوهم إيه هما بقى ال wh question دي حبيبي اللي بيجو مع dimensions يعني العبعاد والقياسات طب زي ما شايفين كده أول حاجة ناخدها كامير ارتفاع كامير ارتفاع يبقى how احنا قلنا بقى ارتفاع عالي يعني شيء عالي اللي استخدمنا في الكلمة هو how ايه طبعا how high how high أوكي لو احنا قلنا how يدبعها طبعا adjective قلنا how high لعن high دي adjective لو احنا عايزين مثلا نستخدم what what مكان how يعني for example كه احنا قلنا كامير ارتفاع زي ما قلت الحركه صفة طب افرد احنا عايزين نستخدم what يعني بدلا نقول what عادي نقول what بس what يدبعها النون النون من high اللي هو height what height يبقى ما نسأل على الارتفاع لنقول كامير ارتفاع لنقول how high لو what height اللي تنسح how high أو what height اوكي how high is the mountain for example how high is the mountain hundred meters high it's seven hundred meters high يعني ده ارتفاع 700 متر أوكي وخلي بقى لان بعد اعدات القياس هنا meters أوكي بتيجي الصفة خلي بقى عشان في structure مهمة جدا 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 وما يخلاش امتحل لحد الوقتي في الا بيجي structure يبقى الكلمة اللي تتبع اعدات القياس على طول سواء meter كيلو جرام كيلو متر أوكي بتيجي الاجكتف الصفة عشان قلنا high طب بفرد بقى شوف الجملة اللي جاي دي بص كده على الجملة اللي جاي دي 700 meters in height ايه الاختلاف بقى اه خلي بالكم ايه الاختلاف ايوه هنا جت in بعد اداة القياس اليا meters حطينا in بس هل قلنا in high ولا in height هنا بقى الاختلاف اللي عايزكم تاخدوا بالك عشان بتيجي في اختيرات في الامتحان دايما على طول اوكي هنا طبعا in يتبعها noun معادش يتبع adjective فوق كان meters high عطول بس لو قلنا meters in اضفنا in تبقى تاخد النown اللي هي الاسم تبقى in height in height وطبعا النown اللي احنا عدونا في الكلمات الوقتي الاسم height يبقى تاني السؤال ده how high is the mountain عميس على كامل الارتفاع كامل ارتفاع الجبل it's 700 meters in high it's 700 meters high it's 700 meters high او نقول it's 700 meters in ايوة سامع اكون الناس بتقول height bravo علي نشوف سؤال تاني بس ده بمعنى كامل وزن كامل وزن ايوة عايزكم تقولوه قبل ما نعرضه على الشاشة bravo سامع الناس كتير بتقول how heavy very good how heavy معنى كامل وزن او نوع طب يفردنا عايزين نقول what يبقى what weight what weight زي ما قلنا ان هاو يتبعها الصفة what يتبعها الاسم يبقى كامل وزن ممكن تتقلب طرقتين how heavy what الرجل كام وزن الرجل he weighs ممكن تتقلب كزا طريقة زي ما انتو شايفين كده حبيبي he weighs ممكن من he weighs weighs دي طبعا دي الفرب من weigh هي الفعل يعني هو يزن weighs وحطينا الفعل as عشان نقبله he عشان عارفين طبعا ان في present symbol الفعل ما يسبقه he او شي او it بتضيف للفعل حرف g معناها kg معناها kg his weight is 100 kg ممكن دي طريقة تانية his weight his weight لان طبعا weight دي اسم فيجي قبلها طبعا ضمير ملكية his weight his weight is 100 kg او ممكن طريقة تالتة نقول he is 100 kg in weight يعني باي طريقة انت عايز تقول تمام he is 100 kg in weight طبعا طبعا طب افرد احنا عايزين نستخدم النون يعني لو استخدمنا in بعد اعطي القياس نقول he is 100 kg in weight شوفوا بقى ان هنا طب ما قلنا ان ما نفاشوا نقول in weight نقول in weight لاني طبعا انا قلت ان يدبعها النون طب نيجي بقى حبيبي عايزين نقول كم طول كم طول كم طول how long how long ها فكرة how long دي بتسعال كم طول اه هنضطر بقى انجيبي النون من long ايه بقى حبيبي الاسم اللون ايوة long دي الصفة الاسم منها bravo لين length يبقى what length يبقى how long كم طول or what length اوكي how long is the route to caro how long is the route to caro يعني كم طول الطريق للقاهرة how long is the route to caro اللي جاب it's 300 it's 350 كم ديخسر كيلو متر كيلو متر long it's 300 كيلو متر long وطبعا long بعد القاس هتول بقى صفة اوكي طب لو عايزين نقول بعد كيلو متر in يعني it's 300 كيلو متر in ايه بقى bravo اسمعت الناس ايه length bravo عليكم يبقى 300 كيلو in length اكي ما نفحش قل 300 كيلو in long تمام طب عايزين نسأل بقى كام التسعة كام عرض كام العرض او كام التسعة اوكي نقول ايوه bravo سمع ناس كل عايز how wide how wide لان wide معناه عريض او واسا اوكي how wide طب لو استخدمنا what عادي زي تعودنا بقى what يبقى نجيب النون من wide الاسم wide لسه ايخدينه الاسم من wide اللي هو width يبقى نقول what width يبقى كام التسعة وكام نقول how سؤال how wide is a bridge how wide is a bridge يعني كم التسعة كم عرض كبري bridge يعني كبري طب نشوف الانسر it's 25 meter wide it's 25 الام دي طبعا دي الابريفيشن من meter لو متر it's 25 meter wide يعني عرض 25 متر او it's 25 meter in width it's 25 meters in width هنا طبعا نتكلم الفرق بين طول و long طبعا بالنسبة طول طبعا هي عما نتكلم على طول الاشخاص يعني بقولك مثلا how tall is the man how tall is the woman وممكن برضو نستخدمها للمباني يعني اي شيء كده رأسي ماشي ممكن نستخدم how tall يعني في طبعا خطأ شائع الناس بقولك لا مستخدم ماشي مع الحاجة دي الغرق لا ممكن نستخدم مع اي شيء رأسي بنقيس الطول بتاعه نقول how tall ممكن how tall is the building how tall ما فاش اي حاج how tall is the building يبقى طول ممكن استخدم طول الاشخاص والاشياء اللي هي بتبقى رأسيا طيب long بالنسبة long long نستخدمها للمسافة للمسافات او شيء بيبقى افقيا يعني نقول مثلا how long is the road يعني كم طول رود يعني الطريق how long is مثلا the hair كم طول الشعر فده الفرق بين tall و long اوكي نشوف كده examples كده زي ما عندنا كده في الشرح اللي عندنا he is very tall he is very tall ده بنتكلم طبعا على شخص اما اقول the chart is tall building the chart ده طيب long بقى زي ما قلنا بتستخدم الحاجات الليها افقية زي مصطرة مثلا ما نفعش نقول على مثلا ruler مصطرة هي طول لانه لانه horizontal length بنتكلم على طولها horizontal يعني الافقي يعني المصطرة طويلة نقول شي has long hair يعني شعرها طويل بتوصف الشعر the lecture was long and boring long برضو نقطة مهمة بتوصف المدة يعني برضو اما نوصف المدة ما بنقولش على المدة طول بنقول long period of time long period فطبعا long يتيجي مع الزمن ولا نستخدم طول يبقى نقول زي lecture يعني المحاضرة is long طويلة and boring يعني مملة اما قولك the film او the movie is long and boring الموفي يعني الفيلم طويل وممل طيب نيجي بقى نشوف معنا ايه كمان يبقى ارجو طبعا انتم كدوا كده فرقتوا بين طول و long اكي هنتكلم طبعا measurements and their abbreviation هنتكلم مع القياسات with their abbreviations abbreviations يعني الاختصارات بتاعتها يعني زي احنا طبعا اخذنا في examples كده في نص الامثال اللي المركزة معنا عرفت منها زي الميتر اختصار ام اختصار لميتر طبعا هناخد تاني بقى abbreviations للميجرمنت يعني اختصارات للقياسات اختصار القياسات اول حاجة ميتر ميتر كلكم طبعا عرفتوها معنا ميتر اختصارها ام ونحط كده dot او نقطة كده جنب الحرف عشان يدول اللي ده اختصار يبقى ميتر اختصارها ام طب مليمتر مليمتر اختصارها ايه بقى حبايبي انا سبك تتضاقاها قبل ما ديك الاجاب very good اختصارها ام ام مليمتر اختصارها ام ام اكي جرام جرام لو قرام زي بقى كده واحدة القياس جرام اختصارها يبقى جي جي حرف جي جرام يعني مثلا كيلو كونتينز ساوزن جي يعني ساوزن جرام كيلو جرام كيلو جرام اللي هو اختصار طبعا انتو كلك عارفينها اللي هو كي جي كي جي كيلو جرام كيلو ميتر كيلو ميتر هي ميتر بزفت ام بس تحط لها قبلها طبعا كي عشان في كيلو كيلو يبقى كي ميتر ام يبقى كيلو ميتر كي ام كي ام كي سنتمتر سنتمتر طبعا اختصارها سي ام سي ام بسيط وصلا وعارف اللي معظمكم طبعا عارفينها يبقى دي الابريفياشنز اللي عندنا النهاردة كي نيجي بقى how to describe a table زي ما قلتلكو ازي بقى عندنا مثلا جدول sentence او to make structures يعني تكوينات لغوية او sentence من الجدول طبعا الجدول زي ما انتم حبابي شايفين ده بيصف طبعا description of a person علي وصف الشخص هو وطبعا بنقول height height يعني ارتفاعه طوله يعني 165 طوله 165 cm احتفالنا cm دي اختار ايه بقى هنتكلم بقى بالابريفياشن خلاص انتم خدتوا الابريفياشن اللي اختصرت معنا 100 cm يعني هو طوله height 165 cm weight weight الوزن 100 kg kg فالcomment بتاعه من قياسها بقى بالطول والوزن طبعا الناس اللي هي عارفة ان لازم الطول يتناسب مع الوزن ولها قياسات طبعا الcomment طبعا التعليق على بعيناته دي اللي هو too heavy too heavy اللي هو ثقيل يعني اوكي يعني الجدول ده مقصوب طبعا اللي احنا نتناول نقول طوله ووزنه وكمان heavy يعني comment فاحنا هنقول مثلا سؤال how tall is علي طبعا ده تخيل ما اللي احنا بنسأل على الخنة الاولية اللي هو height و 165 طبعا هو بيسأل هنا على طول نقول how tall is علي how tall is علي كم طول الاجابة طبعا he is 165 centimeter tall طب لو سألنا على الخنة التانية نسأل بيه بقى how heavy is he how heavy لعني دي بيسأل على weight فطبعا نقول how heavy is he السؤال على الوزن نقول بhow heavy يعني كم وزنه الاجابة he is 100 kg in weight in هنا بقى المراضي in in يتبعها اسم he is 100 kg in weight فطبعا he is too heavy he is too heavy يبقى هنا المقصود من طبعا الاجسرسايز ده اللي احنا ازاي نكون ال W-H question مع dimension طبعا او الميجرمنت السؤال اللي بدأ ب W-H اوكي اداة استفهام مع الميجرمنت من خلال جدول ونكون شخصي تاني ده فاطيما فاطيما نقول طبعا height طولها 168 زي ما نشافين كده سنتيمتر الخاني الأولية 168 سنتيمتر weight وزنها 58 kg 58 kg comment اوكي اوكي يعني على ما يرام يعني وزنها متناسب مع طولها طبعا السؤال على زي ما تفانى بقى السؤال على الخاني الأولية بتاعته الطول أما نسأل كم طول يلا أولاد عدد السفن تبقى very good يبقى how tall is فاطمة how tall is فاطمة طيب لو إحنا طب لو قلنا how tall دي عايزي نسأل بwhat مثلا مش how يبقى نقول what 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 height what height يبقى how tall or what height يبقى how tall is فاطمة الإجابة she is 168 سنتيمتر tall she is 168 سنتيمتر tall طب لو سألنا بقى على الخانة التانية بقى في الجدول اللي هو weight يعني وزنها عددول كم وزنها أيوة برافو نقول how A بقى very good and how heavy is she how heavy is she كي يعني كم وزنها how heavy كم وزنها يبقى طب لو قلنا what يبقى what weight how heavy or what weight كي يبقى طبعا الإجابة احنا شايفين كده she is 58 kg okay she is okay she is okay يعني هي كويسة يعني لوزنه طول متناسب okay ده الموصول طب نشوف حد التالت رامزي رامزي نشوف بقى ايه ظروف رامزي بقى ماشي هيت طوله 160 سنتيمتر طول رامزي 160 سنتيمتر weight وزنه 45 45 طبعا هنا طبعا هو too light too light يعني خفيف جدا مش متناسب يبن نقول لك how tall is رامزي اما نقول he is طبعا زي ما شايفين he is 160 سنتيمتر وما نقول how heavy is he كم وزنه okay وزنه طبعا قال he is 45 كيلو جرام طبعا في فرق بين الطول الهيط والويت الوزن فطبعا he is too light light دي عكس heavy كلمة light دي اللي في الخانة التانية عكس heavy light معناه خفيف الوزن he is too light وtoo دي حبيبي هنا to اشد من very two يعني زيادة عن اللزوم هنا الاحسن نقول two ما نقول ش very light هنا two يعني خفيف زيادة عن اللزوم بتدي شدة اكتر يعني نيجي بقى مع الابعاد الابعاد الامنشنز اللي انا زي ما أعطوكو في اهداف الدرس النهاردة مع الابجكت اللي هي الاهداف الاشياء الابجكت هنا معناها ناخد الطول الشيء والشيء بنتكلم عنه الواير والوال عندنا معناها ايوه حائط وواير معناها السلك اما نقول بنتكلم عن length length طول كل واحد فيهم الوال length بتاعه طول 4 ميتر والواير زي ما شافين كده 2 ميتر نشوف الجمل اللي عندنا ايوه نكون جمل بقى اتفاقنا مع بعض ازاي المهارة الكتابة اللي انت تكون جمل من التابل وده طبعا شيء جميل جدا وطبعا بيدربنا على الparagraph لان احنا عندنا طبعا ازاي نكتب paragraph عندنا في المنهج ومهارة الكتابة وتكوين جملة طبعا دي مهارة عالية وجميلة في استخدام او التعمل مع اللغة اما نقول the wall is for me طبعا نخلى بالك عشان احنا ما بنقول القياسات بيستخدم verb to be وطبعا من اهداف النار ازاي نستخدم verb to be مع القياسات فهو am او is او are طبعا عشان the wall singular noun يعني is مفرد استخدم مع is اما نقول the wall is four meter long يعني الحائط four meter long يعني طوله اربع متر but the wire is only two meter in length the wire يعني السلك الwar زي ما نقول كده is only two meter in length يعني طوله اثنين متر اوكي تخيلوا بقى شوفوا بقى الجملة هنا فوق النص الاولاني من الجملة دي العبارة العونية ستخدمها long والتاني ستخدمها length معنى long هنا الصفة وlength هنا noun ليه كازا ما قلنا مرارا وتكرارا لان هنا قبل length في in in يتبعها now اما لو ما كانش في in كنا قلنا long تاني تمان طب نشوفها كمان another object هنتكلم على الشاحنة هو والكبري في الصورة الشاحنة والكبري وطول كل واحد منهم شاحنة يعني very good track a track اكي والكبري اللي هو bridge bridge طب ال height بتاع كل واحد هنا تكلم على الارتفاع كل حاجة كل واحد فيهم the track two meter two meter والbridge the track sorry four meter والbridge two meter اكي فنقول the track is four meter but the bridge only three meters the bridge three meters sorry اوكي فطبعا it can't pass يعني مش هقدر لاني استعد فيه كبري كده بتبقى لها اا يعني limits حدود او لها سقف معين ماشي ف it can't pass مش هتقدر باص اللي هي تعدي طب نيجي هنتكلم على object النهار ده طبعا كل ده في المنع خلي بالكم كل ده الصور دي والكلمات ديت الobject مش مش يختار طبعا عشوائي random لأ ده هي من المنع فخلي بالكم الكلمات دي منكلم على well واللي يعني بقر البيض well وي روب روب يعني الحبل length طبعا البقر نقول طوله قصده يعني العمق بتاعه يعني اا هنا نقول عليه four meters اما الحبل اا اللينكس بتاعه طوله two meters two meters فطبعا the well is ندخل الwell نقول الwell هنا 10 متر اوكي 10 متر يعني عمق و10 متر but the road is only 3 متر الحبل طبعا 3 متر 3 متر طبعا it won't reach to the bottom يعني مش هيوصل to the bottom يعني القاع اوكي اوكي طيب نجي اا هنا طبعا ladder ladder يعني السلم وwall wall يعني الحقد اذا اذا ما شايفين كده the wall is 5 meter الحقد ارتفاعه 5 meters اا 5 متر where the ladder tall 3 meters اوكي فطبعا the ladder won't reach to the top of the wall طبعا لعني ladder 3 متر يبع won't reach مش هيوصل to the top لعلى او قمة wall الحقد اا هنا طبعا الستركشل اللي هتكتبو the wall is verb to be طبعا نقول الobject الابجيك 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 وبرعا كده نقول القياس the wall is 5 meter high but the ladder is only 2 meter in length اا تمام اا طبعا هنا عندنا wood wood يعني قطعة خشب بنكلم على thickness يعني السمك thickness يعني السمك بتاع قطعة الخشب 26 mm mm ايوه اختصار اللي اخذنا الوقت ايوه مليمتر يبقى سمك قطعة الخشب wood is the sickness of the wood is 26 مليمتر okay the screw 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 طبعا اللي هو المصمار اذا مكن المصمار allows او الولابي 20 مليمتر او طبعا the wood is 26 mm thick يعني قطعة الخشب ثم كها thick يعني ثم كها 26 مليمتر يعني مليمتر but the screw يعني مصمار is only 20 mm in length يعني طوله 20 طبعا هيوصل مش هيوصل الاخر طبعا wood قطعة الخشب برضو عندي nail nail طب ايه الفرق بين nail بقى scroll اللي كاتفت دي nail هو المصمار العادي مصمار عادي اما اما scroll اللي هو المصمار الالاوز اللي بنو علا الالاوز اكي فالسيكنز بتاقطة الود الخشب 3 مليمتر اما nail length طول المصمار 25 مليمتر اكي طبعا الجملة اللي عليها تقول زاود از ايه بقى نكون واحدة واحدة بقى زاود is لازم فعله مساعد فيرب بتو بي is وحدة القياس 30 مليمتر thick اما but the nail اكي انا مع سومك يعني but the nail is only 25 مليمتر in length ولكن المصمار طوله 25 مليمتر in length in length اكي نيجي كمان في الوحدة بتاعتنا هي غنية جدا طبعا هنتكلم مع shapes shapes الاشكال وخصوصا geometric shapes يعني الاشكال الهندسية طيب معانا اول حاجة square square برضو عنا سكن تكتبوا كلمة دي وتحفظوها تاخدوا شغط حتى بالموبايل كده يعني مربع square يعني مربع الشكل الثاني the rectangle 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 يعني مستطيل rectangle مستطيل the third shape الشكل الثالث a circle a circle circle معناها أيوة دائرة circle الدائرة اكي ده بائب احنا شافين ايه ده طبعا مش دائرة كاملة دي نص دائرة اللي هي تقول هنقول circle برضو بس قبلها semi semi circle semi circle semi أو semi اللي تنزح a semicircle a semicircle اكي يعني نص دائرة طب نجي بقى نشوف بعض الاكسرساس كده how a is a building how a is a building قالك it's it's 15 meter tall it's 15 meter tall يعني طوله 15 متر يبقى نسأل بهاو ايه بقى تمام يعني دخال اللي دي مثلا الاكسرساس ده جافي محاسة ويداك example كده سؤال a و b أو اي اسم شخص بيكلون مع بعض ويتلقيت العجابة it's 15 meter طول يبقى كم طول كم طول المبنى ماشي يبقى how tall how tall is a building how tall is a building وممكن نقول طب لأ قلنا what ايوه bravo عليكم سمعت الناس المركزة اي ممكن نقول what height what height what height what space are these windows what a are these windows الاجابة they are square zi or square اه عايزين اقول ايه ما شكل ما شكل الويندوز يعني الشبابيك دي على شكل ايه يبقى ما الشكل الحباب اللي هو ايه قال لك zi or square يعني شكلها مربع بس قول ما الشكل هي what very good what shape what shape يعني ما شكل يعني ما شكل هذه الويندوز اللي يا شبابيك الاجابة zi or square zi or square يعني شكلها مربع what shape is this mirror what shape is this mirror المراية دي شكلها ايه شكل المراية دي اه اللي اجابة بقى it's اه تخيل بقى دائري مش دائري هي طبعا شكل البيضوي اللي it's oval افز بقى كلمة oval يعني بيضوي غير circle غير الدايرة دي it's oval يعني الشكل البيضوي اكي يبقى what shape is this mirror مع شكلها zi mirror يعني مراية it's oval it's oval what shape are these frames what shape are these frames يعني اشكال frame دي frame الاطارات دي frame يعني اطار طبعا طبعا كلها زي ما شايفين شكلها طبعا اي ها اقول انا ولا تقول انت bravo سامع انا سألت zi rectangular rectangular مستطيلة الشكل زي شايفين كلها مستطيلة الشكل اوكي جاء بعد verb to be zi rectangular اوكي طبعا بالنسبة بقى what shape is this clock بالنسبة لصاحة بايبي what shape is this clock يبقى this clock is ايوه circular circular it has a circle shape او نقول this clock is circular جاء بعد verb to be دي الصفة circular يعني جام circle دائرية دائرة دي الصفة منها circular يعني دائري دي الادجيكتف منها اوكي طب بالنسبة لده بقى الشكل ده what shape is this window هو بقى شباك بس بطريقة ايه شكله على هيئة مثلث مثلا معمول على هيئة مثلث يبقى مثلث بقى اللي هو ايه حبيبي what shape is this window this window is triangular تريانجل تريانجل يعني مثلث triangular مثلث الشكل يعني دي صفة طبعا triangular دفنرها er في الاخر عشان تدي الادجيكتف يعني مثلث الشكل يبقى this window is triangular triangular طب نجب النهارده زي ما وعدتكم هناخد اسئلة متنوعة كتير النهارده معنا reading comprehension reading comprehension يعني قطعة الفهم ودي اللي موجودة برضو عندنا في الكتاب اوكي هنسهل كده لحضراتكم بس انتوا بقى طبعا نطلع يعني الكلمات جده معي كده نكتب ها في ورق كده الاسئلة ونحل مع بعض طبعا بتتكلم على موضوع جميل جدا كلكم بتحبوه تعريبا اللي هي ملعب كرت القدم ومعلومات بس من ناحية طبعا هنتناولها من المرتبط بالدرس اللي هو ابعاد ملعب كرت القدم ماشي طبعا ديت ال pre-reading questions يعني الاسئلة اللي احنا بنتعرض لها قبل اي passage قبل اي قطع بيبقى في pre-reading questions اسئلة كده اولية عشان تم refreshment او تملك ورماب اذا بتحضرك بتملك بريباريشن لموضوع او الطبق بتاع القطع السؤال اولاني how heavy is a ball how heavy is a ball يعني بقى السؤال ده how heavy يعني كم وزن كم وزن ball الكرة السؤال التاني هاولوك طبعا كل اللي اجابة ده هنشوفها هنقراها هنجيبها بعد ما نقرأ القطع how long and how wide is a football field how long يعني كم طول and how wide وكم عار is a football field يعني اللي هو ملعب كرة القدم what shape is a football field what shape what shape يعني ما شكل football field ملعب كرة القدم طيب نقرأ القطع اللي عندنا a football field must be rectangular دي اول سؤال طبعا مش هنقول بقى انتو طبعا كتبتوا الاسئلة ياريك كنت طبعا زي ما اعطوكوا كتبوا الاسئلة وطلعوا بقى الاجابات a football field must be rectangular يعني ملعب كرة القدم يجب يكون rectangular يعني مستطيل الشكل for international for international matches يعني بالنسبة للمباريات international يعني الدولية the maximum length يعني اعلى maximum length يعني اقصى طول of the field للملعب is 110 متر يعني 110 متر and the maximum wide يعني اقصى عرض الملعب is 75 متر 75 متر طبعا بكلما ملعب كنت قدم there is a goal at each end of the field there is a goal at each end of the field يعني في goal هنا معناه مرمى في نهاية كل field يعني ملعب اتش goal يعني كل goal مرمى is about 7.3 متر يعني عرضوا كده 7 و3 متر and 2.4 متر lehigh وارتفاعوا المرمى يعني 2 و4 من 10 متر each side of football field يعني كل side جانب of football field has a goal area يعني منطقة المرمى وpenalty area يعني منطقة الجزاء تمام طيب ليس قطعة مكملين معها the goal area is rectangular طبعا منطقة المرمى كده زي من شايفين في الشكل is rectangular يعني منطقة المرمى يعني هي rectangular يعني هل هي دائرية الشكل ولا مربع ولا rectangular ده مستطيل أي وبراب يعني مستطيل الشكل and has a length يبع تاني the goal area يعني منطقة المرمى is rectangular يعني مستطيل الشكل and has a length of approximately 18 meter يعني approximately دي معنى حوالي about 18 طول 18 متر منطقة المرمى and the penalty area penalty area يعني منطقة الجزاء is also rectangular فأنا rectangular يعني أي مستطيل الشكل حتى منطقة الجزاء اللي تبقى مرمى على طول and is approximately 40 meter long وطولها 40 متر تمام طعم the bowl is made of leather the bowl الكرة is made of leather leather اللي هو يبقى مصنوع بلاستيك ولا جلد ولا مطقة leather لنه معنى جلد ok its maximum weight is 454 454 maximum يعني اقصى وزن لها كنت قدم وزن 400 خلي 400 عشان ده جاب تسؤل طبعا عندنا 454 grams اللي هو الرقم ده 454 جرام مش كيلو جرام خلي باك جرام ok يعني حوالي نصف كيلو كده يعني الحاجة بسيطة طب نجي بقى حبيبي لل questions الاسئلة اللي على التكس ده نشوف اول سؤال الناس المصح صحة بقى انا مش هحل انتو بقى ما قلت لكم انتو لاتحل how heavy is a ball yes how heavy ايوه الناس كانت مركزة معنا ده اخر حاجة خدنا very good سمع كل الناس بتقول a football is طبعا ديقول القدم is 454 جرام in weight يعني وزنها 454 جرام يبا how heavy كم الوزن how heavy بتسأل على كم الوزن ok طيب how long and how wide is a football field how long and how wide is a football field يعني كم طول وكم اتساع football field اللي هو ميدان كرت قدم يعني مالعب كرت قدم ok the maximum length of the field is 110 meter and the maximum width is 75 meter يبعد طول وعرض الملعب the maximum maximum هي اقصى حاج اقصى طول لي of the field is 110 meter 110 meter and the maximum width و اقصى عرض لي is 75 meter ok ده بالنسبة لي dimensions the dimensions of football field يبقى نسأل بhow long how long كم طول طب لو how long دي بدنا بهاو وقلنا what هل تبقى what long ولا what length ايوه يبقى نقول how long او what length اوكي وبالنسبة how wide how wide دي لو شلنا how وحطينا what يبقى what ايه what width what width اوكي ده اللي انا باعث كنت تطلع به النهاردة ان شاء الله what shape is a football field what shape دي برضو بتسأل على dimension shape يعني شكل what shape يعني ما شكل ميدان كرت القدم ملعب كرت القدم شكله ايه طبعا هو مش بايضاوي ولا مربع ابدا طبعا ولا semi circle طبعا هو rectangular يعني اوه نشوف الاجابة يبقى football field must be rectangular a football field must be rectangular rectangular مرعب كرت القدم مستطيل اشك rectangular dear students i come to the end of my episode today i enjoyed my time with you i had a whale of time with you promising you to meet again next time حبايبي جينا الاخر الحلقة كنتم استمتع معكم وان شاء الله اواتكم مكمل معكم المنهج وحلقات جميلة وحلقات اثرائية ان شاء الله كان معكم مستر محمد الفرارجي من القناة التعلمية التلفزيون المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة